أكدت منظمات دولية في غزة أن المجتمع المسيحي في القطاع يواجه أصعب الأوقات منذ اندلاع الحرب على الرغم مما يتحلون به من شجاعة الإيمان وأوضحت الأخبار الواردة من هناك أن مسيحي غزة يعانون من نقص الغذاء والدواء ومياه الشرب النظيفة وانتشار الأمراض بين الأطفال والمسنين ومن نقص كافة المستلزمات المعيشية لهم وتشهد المنطقة المحيطة بكنيسة اللاتين في غزة حالياً اشتباكات عسكرية مكثفة وفقاً لرابطة الكنائس المسيحية لا زال المؤمنون الصامدون في غزة يقيمون قداساً يومياً ويصلون المسبح الوردية معاً ويتلقون التعليم المسيحي كما تنظم الرعية أيضاً أنشطة للأطفال واجتماعات لعلاج الصدمة من خلال الصلاة بمساعدة طاقم مركز القديس توم الكاثوليكي الذي أكد من جهته أن جميع المسيحيين في غزة بمن فيهم الأطفال هم أقرب من أي وقت مضى إلى المخلص المصلوب وهم يصلون يومياً من أجل السلام